روسيا تريد الكيلة بميكيالين للقوى الغربية حتى وإن زادت بذلك الخلافات القائمة أصلاً الخارجية الروسية أعلنت فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين كبار من بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ومدعي عام برلين يورغ راوباخ وهو إجراء اعتبرته موسكو رداً على آخر من الجانب الأوروبي بيان الخارجية أفاد بحظر دخول المسؤولين الأوروبيين الثمانية شأن عقوبات من بروكسل في الثاني والثاني والعشرين من مارس الماضي فرضت على مسؤولين روس كبار فيما اعتبرته موسكو خطوة تهدف إلى خوض تحدي مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي ندد بالقرار الذي وصفه بغير المقبول وغير المبرر للسلطات الروسية متحدثاً عن إجراءات مناسبة رداً على هذه العقوبات ساسولي كتب عبر تويتر أن أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعه شخصياً من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية واعتبر رئيس المجلس شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أرسولا فوندرليين أن تلك خطوة غير مبررة قانونياً تستهدف بشكل مباشر الاتحاد الأوروبي وليس الأشخاص المعنيين فحسب من جانبها دانت الولايات المتحدة الحظرة الذي طال المسؤولين الأوروبيين وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وأوروبا تتطلعان إلى علاقات بناء مع الجانب الروسي شرط أن تلتزم موسكو بتعهداتها الدولية ألمانيا بدورها رفضت قرار روسيا وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية أن الإجراءات التي اتخذتها موسكو لا أساس لها على عكس تلك التي فرضها الاتحاد ضد المسؤولين الروس لتورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان